اشتركوا في القناة الحصة المتعلقة بتصحيح سلسلة التمارين المستقيم وعزاؤه المستوى الأولى إعدادي نعم المسلك العادي في الحصة أو في الفيديو السابق قدمت هذا الفيديو وهو متكون جمعة من التمارين سلسلة من التمارين المتعلقة بالمستقيم وعزاؤه في الحصة سنقوم بتصحيح هذه التمارين إذن لمن يهمه الأمر؟ إذن نتبعوا معي حتى الخرف نتمنى تكونوا نجزتوا هاد التمارين والآن غاد نقوم إن شاء الله بتصحيح لها إذن عنا المستقيم وعزاؤه التمارين الأول كان A و B و C و D و E و F و J نقاط من المستوى أولا أنشئ المستقيمات B و A C و A B ثانيا أنشئ أنصف المستقيمات B F و E J و A E ثم السؤال الثالث أنشئ القطع A F و B E و D C إذن النقاط كانت عندي هي نقاط A و B و C و D و E و F و J من نسبة سؤال الأول أنشئ المستقيمات B D و A C و A B كنعرفوا بأن المستقيم هو غير محدود من الجهتين بمعنى كان نعبره عليه بقوسين ما بين قوسين نشوفوا المستقيم B D ها B ها D شوفوا معي B D وهذا إذن هذك هذا هو المستقيم B D كان ناخده المستارة دينا و كان رسمه بحيث يكون يعني كان نعبره عليه هات شكل هذا ثم المستقيم A C المستقيم A في حتل C A و C كما تشوفوا هذا هو المستقيم A C هاو بمعنى ما محدودش من النقطتين A و C ما محدودش من الجهتين كان نعبره كذلك بين قوسين A B A B هو هذا هو ما تشوفوا ورسمت المستقيم A B ثانيا أنشي أنصاف المستقيمات B F و A G و A E ما كتعرفوا بأن نصف المستقيم كيكون هو محدود من الجهة دينا الأصل و غير محدود من الجهة الأخرى بالنسبة ل B F كما تلاحظون من الجهة دينا B عندنا عندي محقوفة ومن الجهة دينا F عندي قوس بيبعنى من الجهة B غيكون محدود من الجهة من الأصل B وما محدودش من جهة النقطة F بالنسبة لها إذا نعمل بي F فين يا بي ها 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 بي من بي حتى الأف إذا هذا هو ناس المستقيم ولكن ما خصيش نتعدى ما خصيش نطولو من الجهة دينا B لاش لأنه محدود عندو الأصل ديالو و بي آآ و ج كذلك شوفوا معي أ ج آية من أ من الجهة دينا الأ هنا يا محدود ما كنش يعني كينا هنا معقوفة ج المستقيم آآآ كمشي هو الأصل آآ وهذا كندير واحد الشرطة هنا يا بأنه ها آآآ آآآ كما تلاحظوا من الجهة ديال قاولتوش هنا لي يعني هنا الحمل كيتعلق بالنصف المستقيم المستقيم السؤال ذالي أنشئ القاطع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآآPowerF U اسم آآآ away بي او بشول بي او ها بي ها او كذلك نعم من هنا نحتل هنا هادي هي القطعة بي او بنسبة دي سي كمشي لدي والسي ها هي القطعة دي سي لان هذا هو كان التعبير ذي المختلف الاشكال الهندسية المستقيمات وانصف لمستقيمات ثم القطعة التمرين التاني كان هو على الشكل التالي نعتبر الشكل التالي عندي هاد الشكل هادا ها هو عندي هنا مجموعة دي الاشكال الهندسية عندي النقطة نقطة ام وان كذلك هنا من المستوى وغادي لنا شنو السؤال كان نقول لك اتميم الجذول بتنتمي هذا هو الرمز دي التامي تنتمي ولا تنتمي حيث هاد الرمز هادا را ينتمي وهذا لا ينتمي نقول لك هنا ا كانت غاش نعبر عليها بتنتمي ولا تنتمي الى القطعة بي سي يلا شفنا القطعة بي ها السي القطعة من بي حتى السي نقول لك واش ا تنتمي القطعة بي سي كنعرفوا بان القطعة محدودة من بي ومجهة السي بمعنى ما عندي تاشي نقطة هنا يا هنا يفهد القطعة بي سي اراها خرجة القطعة بي سي بالتالي اه لا تنتمي الى بي سي نشوفو قالك دابا اه واش كتنتمي الناس في المستقيم سي بي هنا يا دائما كنقرأو كنقرأو من جهة السي الاصل ديال الناس المستقيم هو السي الى بشي ناس سي هنا يا هالسي من السي حتى التلبية من السي حتى التلبية هذا ناس المستقيم من هنا تنتمي الى بي سي عندي دي الان دي القطعة بي او هالقطعة من بي حتى الاو راه تنتمي الى القطعة انك انتحدث القطعة اه ثم عندي ان تنتمي الى او دي ناس المستقيم او دي من او حتى دي بمعنى غامشي من او دي ونطول هذي حتى دي حتى لها لا تنتمي أنها لتنتمي الى طولنا لو طولنا هذا النسل المستقيم الدي say غلقوا بعن هذه هالي رها مستقيم مع النقط ان والد وو وبالتالي ان تنتمي الى النسل المستقيم او C لا تنتمي الى القطعة A or B C 0 C A A A B بمعنى هذه القطع .. فعلا C لا تنتمي القطع A ده نرى نصف مستقيم B نصف أ... نعلم أن نكون حقًا نصف المستقيم A ودائما من الأصل أو A من هنا أحد верان هذه تنتمي للناس المستقيم واكرة تنتمي لناس المستقيم بناء هنا يتنتمي إلى نسم المستقيم دي بي في نوع دي بي من تحت البي رغى تنتمي إلى نسم مستقيم دي بي هنا عندي ان تنتمي إلى المستقيم بي دي لاش فينا المستقيم بي دي ها بي ها دي بمعنى غير نطوله من الجهتين تنتمي الى القطعه فعلاолько تنتمي الى القطعه الخاص الطعيم ل ras المستقيم they are looking for a نريد أن نство Perhaps ناس يمكن thought of the right بمعنى الأصل هو السي وغير محدود من الجهة ديال ايش نعنديش من النقطة هديك هي اه بي فعلا بتنتمي الى نصف مستقيم السيها نشوف ا تنتمي الى نصف مستقيم او او فين يا ا او او ها او او من يعني من او حتى ال او ومجهة او غير محدود فعلا اراها تنتمي الى نصف مستقيم او او دبان هنا عندي هنا عندي اه ان لا تنتمي الى نصف مستقيم ديب بي الى وصلنا ديب بي هدا نصف مستقيم من ديح تلبي ومن جهة بي غير محدود راها ان لا تنتمي الى ديب بي لانا ان بقت هنا وحنا عنا الاصل دير نصف مستقيم هو دي اه نشوفو دبا اه تنتمي الى المستقيم بي سي فعلا المستقيم بي سي غنطوله هكذا هو هاد المستقيم هدا راها تنتمي الى بي سي واهنا لا تنتمي الى نصف المستقيم بي السي لان شفنا بي السي بمعنى ما غنب داوما بي والجهة دي السي غير محدود اذا عنا ا ما كتنتمي سنسب مستقيم بي السي دا باغا نشوفو نسب مستقيم او او ها او قال لك هنا يا ا لا تنتمي فعلا ا ما كتنتميش نسب مستقيم غنب داوما او حتى ال او مجيش او غير محدود اي ام تنتمي الى اه نصف مستقيم عدي فن هو نصف مستقيم عادي هو هذا ما ông نحتل الان دي لان ام ر由 تنتمي الى هذا نصف مستقيم عالد دي لتفس الى الدين بعد مستقيم أيضا ما غير ممرا صدقيا مرفع شيو نشوفو دا بس سي تنتمي الى المستقيم عد بي فعلا سيتهمي للمستقيم هذا اها او اي استنتمي الى نصف مستقيم عد بي هالترى ما هو عد في مستقيم من احتى البي وغير محدد نجيش بي فعلا السي تنتمي الى ناس مستقيم ابي فا لا تنتمي الى القطعة قو او القطعة قو او من هنا حتى الهنا هذه قسم ارى قطعة فعلا ا لا تنتمي ارى ابقى تخرج قطعة او او ثم عندي ام تنتمي الى القطعة دي هذه القطعة دي لاتولت بلايستار الرهنا رـ m sit при 100 i 5 av d و بالتالي انت تنتمي الى القطعات دابعا بتنتمي الى المستقيم أس فيعلان برا كتنمي للمستقيم أس هذا و هذا وبتنتمي الى نysis مستقيم ثae ها ناس مستقيم غنتة بـ من أه التالسي برا تنتمي الى نفس المستقيم أس ستنتمي الى مستقيم O.E. ها O.E ستنتمي المستقيم O.C. وبالتالي ستنتمي الى O.C.M. تنتمي الى المستقيم A.D. المستقيم A.D. ها قد يكون غير محدود من A وغير محدود من T.M. رح تنتمي الى المستقيم A.D. انتمنى تكونوا فهمتوا هنا هي المعاني ديال الاشكال الهندسية نصف المستقيم وثم القطعات ثم المستقيم هنا يا اردوا البال هنا دائما شوفوا داري لكم هنا معقوفة هنا معقوفة مجيت وبالتالي نقرأوا المستقيم نصف المستقيم ما نقرأوش من بس هنا نقرأوا من السيب بي شوفوا ده بالتمرين رقم ثلاثة عندي واحد شكل هنا مجموعة من المستقيمات داخلي مجموعة من النقاط هنا هنا انا استخرجت النقاط اللي كتبا واضحة على هاد المستقيمات نعم لكتابا واضحة ممكن انكو تستخرجوا مثلا شنقاط ماشي بالضرورة تكون كتنتامي لالنفس المستقيم ولا انما تكون كتنتامي للمستقيمات مختلفة وتكون مستقيمية دا النقاط المستقيميه بالشكل هي او ام الج واش و S و K بمعنى A M G H S K هذه النقاط المستقيمية ثم ناخد هذا المستقيم هذا A N L U F I كما هدو A O D R E J نقاط المستقيمية بمعنى تنتمي إلى نفس المستقيم ثم عنا A C V P Q A C V P Q عنا دابع عنا B C O N M B C O N M و عنا B V D L G B V D L G عنا B P R U H T B P R U H T و عنا B Q E F W K B Q E F W K و عنا J I W S T B B عفوا J I W S T و عندي J U H J U H هذو النقاط هذو بتلا تركيين تاميوا للمستقيمات المختلفة إلا درتون ميستارة غتلقاوهم مستقيمية إذن هنا يمكن لكم تكتشفوا نقاط أخرى تكتشفوا نقاط أخرى مستقيمية بمعنى تنتمي إلى نفس المستقيم أو توجدوا على نفس المستقيم يمكن لكم مثلا تقدروا تأكدوا مثلا واش M و L و R نقاط مستقيمية إلى آخر مهم إحنا هنا الهدف دينا هو نبينو المعنى ديال نقاط مستقيمية نشوفوا التمرين رقم الرابعة أملأ الجدول أسفله مستعينا بشكل تالي إذن هنا عندي هذا الشكل هذا عندي هنا الجدول شنو الجدول المستقيمات المتوازية المستقيمات المتقاطعة فيها المستقيمات المتعامدة وتقاطعة وفيها المستقيمات المتقاطعة بمعنى غير متعامدة هنا veعمل Spirit هنا الى ملاحظة الان قدى التعامد ولكن هنا فيك فحلا سيستتبني في ولكنقض coûts of نرى التعامل. اذا هنا بالنسبة لمستقيمات المتوازية ربناك تبال لكم بأن الدي كاتر والدي والدي سنك مستقيمان متوازيان. وكي يبال لك بأن الدي اين والدي دو مستقيمان متوازيان. اذا مع دي كات أوما هذا مع هذا فيمكن تعامد هنا وعندي دي 1 مع نهائيذ يسانك وعندي دي 2 مع نهائيذ دي 2 مع نهائيذ يونج مع دي 5 ودو مع دي 4 مع نهائيذ تاكثير ككوت digit راضي المستقيمن متعامدة هدا ه دوة رهنarenthيو فيها يمو هذا و هذا تعامدين. وهذا التعامدين. وهذا وهذا علينا هنا توازي هذا مع هذا وهذا مع هذا. بمعنى توازين. بالنسبة للمستقييماتلمتقاطية عندي دي اون وドي طروى اذا شفتوا معايا هنا دي اون لو كانت تقاطع في هاد النقطة هالي. وعندي الدي طروة والدي كاتر. عندي الدي طروة. والدي كاتر كيتقاطع في هاد النقطة هالي. وعندي الدي دو والدي طروة. الدي دو هنا يا. والدي طروة كيتقاطع في هاد النقطة هالي. هاد شي اللي عندي. وعندي كذلك الدي دو والدي طروة. دي دو مع دي طروة كيتقاطع هنا هاد شي اللي كان رقمناها. هاد شي اللي كان بنسبة له هات الشكل هادا اذا غندوزول تمرين المواليش نعنا التمرين رقم خمسة اا نعتبر الشكل التالي قلك انشئ المستقيم دي واحد المر من او الموازي للمستقيم بي سي دي واحد كي مر من ا هات دي واحد ها هي ا ا كي مر من ا ويكون كي وازي المستقيم بي سي هالمستقيم بي ا 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 وعمودي على المستقيم A-C ها المستقيم A-C ها هو التعامد عندي هنا إذا كلا حتوه أنا درت لكم التعامد هنا إذن بحل المستقيم A-C مع المستقيم D-D متعامدة ثلاثة أنشئ النقطة A من المستقيم D-D بحيث تكون النقطة A و E و C مستقيمية بش تكون A و C و E مستقيمية راه هو التقاطع ديال النقطة أو المستقيم D-D مع المستقيم A-C هو التقاطع ديالهم هو النقطة A والنقطة A ما فين عندي تعامد مع المستقيم D-D ومستقيم A-C وبالتالي بش تكون A و E و C غا تكون E هي التقاطع ديال A-C مع D-D ثلاثة هي النقطة A هنا هو التقاطع ديال أو نقطة تعامد ديال 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 دمعة A-C رابعا أنشئ النقطة A بحيث تكون نقطة A منتصف C-M بش تكون النقطة A هي منتصف بقطعة C-M إني غا نغا نشئوها النقطة A بمعنى من السيء من السيء المسافة حتى من السيء حتى الأ خصها تساوي المسافة A-M ها هي درت هنا بش تكون A هي المنتصف بمعنى هاد النقطة A رابعا ما بينهاش لكتبان صغير هنا هاد النقطة A رابعا هي المنتصف ديال M-C القطعة M-C و لسا M بمعنى هاد المسافة ستساوي هاد المسافة وبالتالي النقطة M غا تكون هنا هاد المسافة هاد هو الانشاء ديال النقطة M بحيث آآ أ أو A هي منتصف القطعة M-C أو C-M حال حال تمرين رقم السا جالك نعتبر شكل تالي أه شنو كان عندك؟ كانوا عندك جالك أن أأنشئ المستقيم D-A المر من A والعامودي على المستقيم D هكذا؟ ددو ذلك توزع من آ وعمود على المستقيم ديها وتعامل آ والديدو. وهذه هي لأحثو. أتبعو avanz. ددو كارور من آ. النقطة آ هuer هي عام�로 دي على المستقيم ديها و نقاطها هي على مدان التعامل مزيان. السؤال الثاني. انشئ المستقيم ددو لمر من بي. ولعمودي على المستقيم ددو. ددا هو هاده ددا كارور من بي وعمودي على المستقيم دي للعامود علامة التعامض اذا كلمر مر هو لعامود لعامود على الدير لاتالثا انشأ المستقيم دي وتروى المشام ولعامود على المستقيم دي لأما تتيت هذا عامود على المستقيم دى كذلك على التعامض. اذا هذا ي 45 شئ انشئناه سؤالها الربعة عشنا قال لكا ان دي عمودي على دي طوان بينو بان دي هادا عمودي على هادا بمعناه هنا غتكون عندي علامات يلت عمودي هنا يا ناقصة تكون علامات يلت عمودي اذا باش نبين هاد العلاقة اشنو عندي شوفوا معايا اشنو عندي هنا يا قلس بما ان دي واحد عمودي على دي هاد دي واحد را عمودي على دي حسب السؤال الول. دي واحد عمودي على ديدو. دي واحد عمودي على هات ديدو هادة. عندي تعامود هنا حسب السؤال رقم جوش. اذا عندي هادي من هادي هادي وهادي اشنو يمكن ليستنتج? دي عمودي على ديران. والديران عمودي على ديدو. اذا ايش غنستنتج غنستنتج بان دي كي وازي ديدو. هاده رخصية قريطوها. إلا كان عندي مستقيم كيوازي عمودي على واحد مستقيم وهذاك المستقيم بدوره عمودي على واحد مستقيم آخر فإن هذاك المستقيم اللول كيكون كيوازي المستقيم الآخر ما سنتج من هذه وهذه؟ سنتج بأن دي كيوازي دي دو فعلا إلا جيت له دي هذا هو ركيوازي هذا دي دو علاج عندي دي آن عمودي على دي وعندي دي آن عمودي على دي دو وبالتالي دي دو ركيوازي دي آية دي دو كيوازي المستقيم دي ثم أش عندي أخر عندي دي دو هادي دو هادا اللي كيوازي دي هي عمودي على دي طروة حسب السؤال رقم ثلاثة دي دو هادا كي عمودي على ال lijه طروة. ومين شنا نمكن استنتج من هذي من هاد إيدان? وهذي شنا نمكن يستنتج. سنتج بأن دي ري عامودي على الع znajdu طروة. سنتج بأن عمودي على الطروة. علاش دي W Z D. و العمودي على الطروة. إذن عمودي على الطروة. هذا هو هدي كذلك عندكم خاصية في الدرس. ندازل التمرين رقم سبعة. نعتبر الشكل التالي. اذا الشكل كان مرسوم مستقيم دلتا وعندي النقاط اي والجي او كا. السؤال شنو كان? قل لك انشيء المستقيم دلتا واحد المر من اي والموازي للمستقيم دلتا. ها دلتا واحد هو هدا. هو هدا دلتا واحد سبعماية. يمر من اي. وكيوازي دلتا. ها دلتا. ها دلتا واحد هو هدا كيمر من اي وكيوازي هاد المستقيم هادا. هو هدا. السؤال الثاني انشيء المستقيم دلتا دو. المر من جي والعمودي على المستقيم دلتا. ها دلتا دو. دلتا دو كيمر من جي. وعمودي على دلتا. هدا هو هاد المستقيم كيمر من جي. وعمودي على هاد المستقيم دلتا. هاي علامة تعامود. مزيان. السؤال الثالث انشيء المستقيم دلتا طروا. المر من كو العمود على المستقيم دلتا ا دلتا طروع فينا وهذا والدلتا الطروع كيمر من نقطا كو عمودي على المستقيم دلتا ا اذا ها وتعامود عندنا terrifying السؤال شنو والسؤال الرابع بيّن انه الضيلتا preoccupي يوازي للتا طروع هدلتا دهات يوازي هدلتا طروع نشوف عليه شنو عندي لدينا دلتا يوازي للتا ا حسب السؤال Here delta 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 delta. Where the focus is? The delta 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 delta. Although delta delta it has to be currently on delta 2. We can do that. So that will be under delta A as B 2's. The delta delta A. And the constant delta A is under delta 2. So we can say delta A or delta 2. So we'll identify that delta A is basically under delta 2. ها دلتا ها دلتا آ ها دلتا دو اذا هذا را عمود هنا اختي respirator 4 هنا هنا يمكن ان نقول را عندي تعامل هنا نعم عندي تعامل فضل النقطة هذه اذا دلتا ا عمود على دلتا دو غادي نمشي شنو عندي عندي دلتا آ عمود على الدلتا تروه دلتا آ ها هو عمودي على الدلتا عندي التعامد هنا وعندي التعامد هنا. اذا شنو غيم كلي نقول ومن عمودي على الدلتا دة والدلتا عمودي على الدلتا طروا اذا شنو غيم كلي نقول بنسبة دلتا دو دلتا طروا غنكون راه همه متوازي هذي كذلك را عندك عندكم خاصية اذا الدلتا دو يوازي الدلتا طروا هالش اللي كين نتمنى تكونو استفتو اا لكن شي اسئيلة خليوا هليا في الكومنتر اضرب لكم موعد في حصة مقبلة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته